رحبت مصر بقرار مجلس الأمن رقم 2712 والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وأكدت مصر على ضرورة تنفيذ ما تطمنه القرار من مطالبة بإقامة هدى وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع وضرورة توقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين لا سيما النساء والأطفال وكذا العاملون في المجالي الطبي والإنساني وشددت مصر على ضرورة إطلاع مجلس الأمن لمسؤولياته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار حفاظا على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ترجمة نانسي قنقر